جالستنا من اليوم مثل ما هو جدوى الأعمال بتتعلق بموضوع الطابع المالي مجدداً كنا طلبنا من وزارة المالية تعطينا وتزودنا بأرقام محددة حول كلفة قيلة الوسم إذا بدنا نعتمدها بدل الطابع الوراي الإيستامب يلي هو الطابع الإلكتروني كلفته الفترة الزمنية يلي بيستغرقها لحتى يقدر واحد نقدر نعتمده بدل الطابع الوراي وفي حال في صعوبة بقيلة الوسم وفي وقت ممكن يستغرق أكتر من سنة لتنظيم طابع الإلكتروني ما هي الوسيلة الانتقالية اللي ممكن نعتمدها لحتى نعمل شو؟ لحتى نوقف سوق السوداء سوق سوداء عم تستغلي عم اليوم تستهلك 200 مليون دولار مقابل مليون و800 ألف دولار كانت قبل 2023 اليوم عم ينحكب 30 مليون دولار بعد ما زاد الطابع المالي طيب هل يعقل أنه نترك مافيا بالبلد عم تسرح وتمرح بوج الإدارات الرسمية وبوج الوزارات ما حدا بيوقفون ما حدا ما في مسؤول طيب لذلك نكفي بالطابع الورقة مستحيل ومش هنقبل فيها والقول أنه ما فيكم تعملوا شيء لا فينا نعمل بدنا نتابع هذا الملف وعطينا مهلة لوزارة المال بناء الله طلبة أنه حضرت الشيء الجديد اليوم وزارة المال بتقول حضرت دفتر شروط للطابع الإلكتروني وحولته لديوان المحاسبة ولهائة الشراء العام ونحن منطالب هائة الشراء العام وديوان المحاسبة بس شو صلى عندهم الملف فورا نتمنى عليهم ومنطلبهم يسهلوا هذا الموضوع ويمشوا فيه للآخر لأنه بهذه الطريقة هي الطريقة الحل الجزري للانتهاء من عملية النصب عن الناس بيطابع حقه ألف ليرة وخمس تاليف ليرة وعش تاليف ليرة بيبيعوه بمليون ومليونين وبتلاتة تنين بالإجراءات بتقلولي طيب من هلأ يتنظم الطابع الإلكتروني لأنه يمكن بده حسب ما نقلم من قبل وزارة المال هلأ تلاتة شهر لعشرة شهر يمكن سنة شو منعمل بالفترة الانتقالية بالفترة الانتقالية عدة إجراءات أصلاً معتمد كان آلة وسم بأكتر من مكان على الأرض الجمهورية الليبنانية عم ينقال في ستمية ستمية وخمسين آلة وسم موزعة طيب هذي بيضلوا يشتغلوا بيتفعلوا اتنين في مسألة الأحوال الشخصية والمخاتير يلي هي أكتر شي عم تستغرق عملية طابع الورقة طيب نحكى بإجراءات مننا بده تشريع مثل أنه السماح مؤقتاً للمختار أنه يستوفي ويدفع بدون ما نروح على طابع الورقة يستوفي قيمته نحكى بأحد الزملاء أنه ينعمل مادة قانونية تنزيد هذا الرسم ينزيد على المعاملة من دون ما يكون في طابع قداش قيمته مئة ألف مئتين ألف تلتمئة ألف تنزيد على المعاملة بده مادة قانونية منعمل مادة قانونية كل شيء عم ينعمل قوانين بقاش فينا نعمل مادة تنحد من السرقة طيب التلاتة تأمين السوق بحيشته بموضوع الطابع الورقة مؤقتاً لحين المباشرة بالعمل بالطابع الإلكتروني وهذا الأمر مسئولية وزارة المالية مش مسئولية حدا تاني ووزارة المالية عليها تعمل المناقصة وتحددها وتاخد الإجراءات اللازمة لحتى ما بقى ينحكى بشح بهذا الطابع بالفترة الانتقالية اللي عم نحكي عنها من ثلاثة شهر لعشت شهر بأقصى حد أمام كل هذه الإجراءات الانتقالية يبقى الأهم واللي رح نتابعه يومك يومك واللي منطلب من كل النواب اللي بيحكوا بمكافحة الفساد وكل الكتل النيابية اللي حاملة شعارات وكل يوم عندها مواقف وكل يوم نوابها وناسة وناشطينها ناشطين على أكتر من صعيد شي بيسوى وشي ما بيسوى اللي بيفيد واللي ما بيفيد يتفضلوا يركزوا على هذه النقطة يتفضلوا يلحقوا معنا ويواكبوا معنا عمل وزارة المال الجد بعملية المتابعة مع دوان المحاسبة وهي الشراء العام والمناقصة اللي يزم تنعمل تقنيا طيس يصير كل مواطن لبناني هو قاعد ببيته ويعمل معمالته على التليفون اي والد على بالكمبيوتر بقلب البيت بيفوت على أبليكيشن بحط المعامل اللي تابعه بيدفع بالكارت تابعه بتخلص هبريته لا روح نبش على طابع ولا يروح يبتزك فلين ولا يروح يبتزك فليتين ليش كل دول العالم قادر تنظم حالة من أصغر دولة لأكبر دولة بمادة وحيدة بقانون بنظم طابع إلكتروني تالبنان مجش قادر لأنه في سرقة ولأنه في ناس بدأتشرع السرقة وفي ناس بدأتظل تقول ما فينا هذا موضوع ما بقى يسوى مؤسسة دستورية متل مجلس النواب تكون الاجتماعات فيه شكلية هذا مش مقبول اجتماعات بدأت تكون مجدية وبدأت تتابع وبدأ يكون فيه تنفيذ والإدارة اللي ما بتنفذ والقضاء اللي ما بيحاسب هذا المفروض يتحسب ومش مش يتلاحق اللي عم يسعى واللي عم يركض واللي عم بينظم واللي عم بتابع واللي عم بيرائب يتحسب هو على عدم وجود هذه النتيجة نحن اليوم وصلنا لملخص بعتقد بشكل خارط الطريق جدية إلى اللي بده يتابع اتفقنا عليها رح نتبعها ورح نتابع مع ديوان المحاسبة ومع هيئة الشراء العام ومع وزارة المالية تلزيم برجع بقول الطابع الإلكتروني بفترة لا تتعدى الكم أسبوع لازم لأنه من تاريخ التلزيم بدنا 3 إلى 10 شهور تحطي يركب السيستان بقى هذا موضوع أساسي وهذا بيدر للخزين اللجنانية إرادات إضافية وكذلك الأمر بوقف الهدر والفساد وبوقف سرقة المواطن بلقمة عيشه بمعملاته الأساسية إن كانت أخراج قايد أو باسبور أو أحوال أو شو ما كانت بنوعية الأحوال الشخصية ويعطيكم العافية